السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً بيكونوا في قناة طبقاء معلمة مع أم تسليم بصوا يا جماعة كان مبارح المهرجان بتاع الجنة زي ما انتوا شايفين كده مهرجان مولد سيد العريان زي ما بيقولوا عليه يا جماعة والله أنا لما سمعت ان المهرجان المكان اللي بتعمل فيه المهرجان اتحارق وكده بقى عقلي عمال يوده يجيب ويقول طب الممثلين يا جماعة السنة ده هيئلعوا فين طب الممثلين دول ما متعودين بيروحوا الجنة وبيئلعوا هناك طب السنة ده هيئلعوا فين فطبعاً جبس ورس ما كدبش خبر جاب الناس اشتغلت وزبطوا الحاجات تاني في يوم والإيلة والمهرجان اتعامل والممثلين قالوا زي ما هموا عايزين والحمد لله يا جماعة بس برضو كان فيه حاجة شغلان يا جماعة كان شغلني موضوع رانيا يوسف كنت خايفة برضو ان هي تنسى البطانة زي كل سنة بس الحمد لله السنة ده ما نستقش يعني والبطانة كانت موجودة في الفستان انا مستنى رأيكم في التعليقات على الفيديو ده جماعة رب الفيديو اجيبكو اقولوا رأيكم يا جماعة في الاطلالات اللي انتو شايفينها دي اقولوا ايه رأيكم في الفساتين اللي ملبوسة او اللي مقلوعة اللي انتو شايفينها دي انا مش شايفة ان في حاجة ملبوسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة